اشتركوا في القناة 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 طبعا بالنسبة للقمر رح يشكل اليوم عندنا زاويتين الزاويتين هذولا واحدة ايجابية واحدة سلبية الزاوية الاولى رح تكون تثليث ايجابي وهي بين القمر والمريخ ورح تكون فيه تمام الساعة اربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بدوقيت جرينج وهاي بتعطي فرص للتحصيل او بتلوح فرصة للتحصيل على مكسب مالي او ممكن شوي هيك نندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تقابل سلبي رح تكون بين القمر وبين نبتون ورح تكون فيه تمام ساعة خمسة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا بما ان القمر موجود بالعذراء معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اللي هو واحد اثنين ورح يبدأ فيه تمام الساعة احداش وتسع دقائق ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة احداش وخمسة وعشرين دقيقة بعد الظهر لينتقل القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب خمانتاشر يوم في تمام الساعة ستة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينتش بيصبح تسع عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في العذراء حتى يوم واحد اثنين سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد موجود في الدلو بيتراجع بدأ عملية التراجع ورح يفضل التراجع هذا المستمر لغاية واحد وعشرين اثنين هو منتحس بطبيعة الحال لأنه متراجع في حلقة الأمس ذكرنا أثار التراجع على الأوراج فهو منتحس بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلات عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاث وعشرين منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لتأثيرات القمر على برج الحمل خلال هذا اليوم أنه العمل بيتراكم شوي أكثر من المعتاد بصير في نوع من أنواع الضغط وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من هذه الأعمال أنه القمر صار في البيت السادس لإلكم هو بيت إلو علاقة بالعمل إلو علاقة بالصحة إنكم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إنكم تجدوا بعض الحلول أو تعالجوا بعض المسائل الطارئة اللي ممكن تصير خلال هذا اليوم ماليا أو صحيا ممكن اليوم يصير في بحث عن حل اتفاق معين أو البحث عن حليف أو دعم معين أهم إنكم تتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وبتكون تحاذروا من التراجع الصحي بما إنه القمر سعيد فبتتمتعوا بصحة وحيوية يعني الوضع الصحي قليل تضغط عليه بشكل وافي وبتجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية طبعا بما إنه عنا الشمس وعطارد والمشتري وزحل موجودات في البيت 11 فهذا الأمر بيركز على أمور إلها علاقة يعني هذا بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية ففي نوع من أنواع الضغط رح يكون على العلاقات الاجتماعية أو علاقاتكم في أصدقائكم فممكن يكون في سوء تفاهم أو خلاف أو مضايقات أو اضطراب في العلاقة الاجتماعية والصداقة وبتتعرضوا لنوع من أنواع المنافسات المهنية وهذه فترة غير مناسبة للشراكات يعني بمعنى آخر إنه الصداقات بتتعرض لها بعض نوع يعني لا إشي من التوتر فعشان هيك بتكونوا تخففوا الضغط على حالكم وحاولوا أنكم معني تمسكوا حالكم من العصبية أكثر طبعا بالنسبة لنبتن بما أنه هو في البيت 12 اللي هو بيت المتاعب تشكيل الزوايا اللي بشكلها مش هالزوايا المرعبة ولكن أنه بيت المتاعب فالأوهام أو الوسواس أو القلق أو الخوف من بعض الأمور ممكن أنه يسيطر عليكم خلال هذا اليوم وخصوصا أنه بتكون بشكل زاوية تقابل بينه وبين القمر فعشان هيك يديروا بالكم من الوسواس أو سوء الظن أو القلق لزيادة بالنسبة للمريخ بما أنه في البيت الثاني وبرضه منتحس فبتعرفوا نوع من أنواع النزاعات بتكون على مستوى إما رفاقك في العمل أو رئيسك في العمل والأسباب بتكون لأسباب إلها علاقة بالوضع المالي بتكون تجنبوا التبدير قدر الإمكان الفترة هاي بتفتح فرص جيدة للأمور المالية ولكن المصاريف بتكون زيادة وبما أنه المريخ وأورانوس هم اللي في البيت الثاني فهاي إما بتجيب أرباح مفاجئة أو بتجيب مصاريف زيادة في نفس اللحظة فبتكونوا حذيرين من هاي النقطة بالنسبة لبلوتو وبالنسبة للزهرة بما أنهم موجودين في البيت العاشر وهذا بيت السمعة فعشان هيك شوي بتخلي نوع من أنواع الأنانية موجودة فحاولوا أنه ما تكونوا أنانيين في علاقاتكم ممكن تتعرض لبعض خيبات الأمل على مستوى عملك أو رفقاءك بالعمل أو رواساءك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط أو المشكلة أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الشخصيات فيه يعني شوي ممكن تتعرض لبعض الانتقادات أو بعض الكلمات اللي ممكن تكون محبطة هاي فترة شوي بتكون فيها نوع من أنواع التراكمية احنا منسميها فبدك تكون حذر حاول أنك ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك مهما كانت الظروف الأمور ما بتستاهل أنك أنت تضغط على نفسك بشكل كبير أو تخالف القوانين أو تقوم بأي شيء ممكن أن يكون بعكس تصوراتك أو بعكس المطلوب فيدفعك لتها مخالفة القوانين وفي نفس اللحظة يأثر عليك بشكل سلبي وبما أنه القمر في البيت السادس فمعناته الأمور على المستوى المالي بتكون فيه نوع من أنواع الاجتهادات أو التحركات المالية خلال اليوم ممكن تكون أمور إلها علاقة بالبنوك أو بالضرائب أو بالتأمين أو حتى بعض المعاملات المالية وفيه أمور على المستوى العائلي زي اجتماع أو لقاء أو تحاور ما بينك وبين الأخوة أو مشكلة منزلية ممكن تصير خلال اليوم يعني زي أعطال أو حوار أو نقاش أو مناسبة ما تطلب منك أنك أنت تكون يعني موجود بالزيادة حاولوا أنكم ما تدخلوا بأي خلافات أو نقاشات مع أحبائكم الوضع ما بسهل يعني أي خلاف أو نقاش حد أو أنك تتهور أو أنك تسمع كلمات ممكن تكون حدك أو مسيئة إلك أو للأحبة تحديدا فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب انتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حواراتكم نقاشاتكم من العصبية المفرطة يعني أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان برج الثور طبعا وجود القمر في البيت الخامس لإلكم فهذا شوي بعطيكم دفع جيد خلال هذا اليوم فبظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون من أفضل أيام الشهر أو أوفرها حظا بتشعر بالطمأمنينة وبتشعر بالراحة وبما أنه زي ما حكينا عن القمر في البيت الخامس فهي الفترة بتقوى فيها علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهج أكثر طبعا بالنسبة لوجود الشمس وعطارد والمشتري وزحل في البيت العاشر لا إلك يعني هذا الأمر بدل على بيت السمعة وبما أنه عطارد بتراجع فهنا ممكن أنك تميل لبعض الإهمال أو تهمل بعض المشاريع الخاصة فيك وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لنوع من أنواع الشبهة أو للنقاش أو ممكن إشي يمس سمعتك خلال هذا اليوم ممكن يكون من حوار معين مثلا أو اتهام معين فحاول قدر الإمكان أنك أنت تكون صبور زيادة عن اللزوم يعني بدك تكون حكيم وتعرف الدير أمورك بشكل جيد تطلب منك الفترة هاي أنك تبدو الجهد أكبر لا تخطي وتجاوز العقبات والخلافات اللي ممكن تقف بطريق نجاحك وتحقق طموحك بالفترة هاي قد ما بتقدر طبعا بالنسبة لنبتن بما أنه موجود في بيتك 11 فممكن يكون لك بعض النشاطات اللي إلها علاقة إما بدعوي حفلي مناسبة اجتماع لقاء أصدقاء أو دعم من صديق فعشان هيك الأجواء بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز هاي النقطة بشكل قوي بالنسبة لك ولكن دير بالك من بعض الخلافات يعني ما تنتقد صديق بشكل لاذع فعشان ما تتطور الأمور بشكل يعني تكون مش محسوبة عواقبها بشكل جيد ورانوس والمريخ في البيت الأول عندك وهدولا بيأثروا على موليد العشرية الثانية أكثر شيء بيخلوك شوي يعني مزاجك عصبي ردات فعلك شوي حادة نافذ الصبر يعني بتكون متلهف شوي بتخلق بعض أو بتسبب بعض النزاعات مع محيطك بتكيد جنب أنك أنت تكبر الأمور الزيادة عن اللزوم ما في داعي للعصبية والتهور واضبط أعصابك قدر الإمكان بالنسبة لبلوتو والزهرة ما زال الزهرة برضو موجودة في البيت التاسع هاي شوي تضغط على المغامرات العاطفية اللي ممكن أنها تلحقك نوع من أنواع الأضرار وخصوصا مع شخص غريب أو شخص من خارج البلاد أو شخص بعيد حاول أنك تضبط أعصابك أثناء النقاشات والحوارات وممكن تسوي شوي هيك نوع من أنواع الصعوبات اللي ممكن أنها شوي تحول ما بينك وبين تحقيق مشاريعك فعشان هيك بتطلب منك الفترة هاي برضو أنك أنت تكون حذر جدا هي مش سيئة ولكن تعطي نوع من أنواع الحذر أنه أنت اللي ما تخترق المشاكل خلال هذا اليوم وخصوصا مع الغربة اللي هم الأشخاص المقيمين إما خارج البلاد أو اللي بيشتغلوا معها في مثلا مؤسسة تعليمية أو جامعة أو مركز تعليمي أو شيء من هذا القبيل تطلب منك الحذر على المستوى العاطفي لأجواء جيدة تفتح لك بعض الأمور الممتازة فممكن أنك توطد علاقتك بالحبيب بشكل قوي خلال هذا اليوم تنشط في كثير من التحركات والاتصالات بشكل قوي اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يبدع بشكل ممتاز ممكن تحقق بعض الأمور اللي لها علاقة إما بأوراق لها علاقة بسفر أو بعض المعاملات أو إقامة هجرة برضو تدعمك بشكل قوي اللي عنده قضية قضائية برضو رح يشوف أنه الأمور بتتجه اتجاهه أكثر فممكن يحقق بعض الإنجازات اللي تكون لصالحه أكثر على المستوى المالي شوي ممكن يكون في بعض المصاريف أو الضغط المالي أو المتطلبات المالية اللي تتطلب منك نوع من أنواع التركيز حاولوا أنك تقللوا من مصاريفكم انتبه من بعض التوعكات الصحية أو بعض الأشياء ما تتوسوس يعني ما رح يكون الأمر مرعب ولكن هي ممكن أعراض بتكون جانبية فبتكون تنتبهوا على هاي النقطة وعلى مستوى نقاشات والمشاكل المنزلية فممكن شوي تتعرض لنوع من أنواع النقاش الحاد أو الحوار الحاد ما بينك وبين أحد أفراد العائلة اللي يسبب نوع من أنواع القلق أو التوتر يعني حاولوا برضو ضبط الأعصاب على المستوى المنزلي طبعا القمر موجود في البيت الرابع فهنا التركيز اليوم رح يكون كله على البيت على العيلة على أفراد العائلة فممكن تنشغلوا اليوم في تنظيم أمركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم فبتشعر ببعض الحزن أو التعب ممكن تبحث عن ملاذ آمن فعشان هيك ما رح تلاقي إلا البيت أو أهل البيت أهم هي أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك في نوع من أنواع التوتر العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة اللي ممكن يعني أنها تضغط عليك بما أنه القمر سريع في كثير من مواليد ورج الجوزاء ممكن يكون في عندهم مراحة نفسية على مستوى البيت أو فرحة أو مناسبة معينة تحققوا من خلالها بعض الدعم أو حليف مثلا يقول من ضمن العائلة تواجد الكواكب أغلبها يعني عندك الشمس وعطارة بيت راجع المشتري زحل في البيت التاسع فهي بتزيد من اللي هي الحليف اللي هو الخارجي أو الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو دعم معين ولكن وجودها كلها مقترنة أو وجودها كلها في نفس البيت الطلاب الجامعات أو اللي بدرسوا أو مقاعد الدراسة أو على تخصص معين بدهم ينتبهوا بشكل كبير أو اللي بيشتغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر هذولا بدهم ينتبهوا من توتر العلاقة أو مشاحنة أو ضغط معين مثلا أو سوء تفاهم بمراسلاتهم يسبب نوع من ألواع المشاكل فحسسيتك بتكون عالي وهذا الإشي ممكن يعرضك لو شاي أو حد يتآمر عليك أو غيري من بعض خصومك يعني ممكن تكون هيك بالنسبة طبعا لا نبتن بما أنه موجود في البيت العاشر فبيت السمعة مش منتحس مشكل زوايا شوي سلبية هو ولكن في المقابل أنه هو بفتح لك مجالات جيدة بعلاقاتك وما عارفك حاول أنك ما تخال في القوانين وما تشوه سمعتك هذا أهم شيء داوم في وقتك ما تدخل بأي نقاش مع رؤسائك أو زملائك بالعمل حاول تداوم بموعدك وما تهمل أعمالك أو تسلمها ناقصة أما بالنسبة لأورانس والمريخ طبعا بما أنه موجودين في البيت بيتك اتناعش بيت المتاعب فهذا شوي بزيد من عنفك فضادتك كلامك اللارع أو الجارح في كثير من المواطن فبدك أثناء تعاملك مع الغير امسك عصبيتك حاول ما تدخل أماكن مجهولة وحاول ما تجازف وتغامر بالفترة قدر الإمكان لأنه بتحمل نوع من أنواع المفاجآت أما بالنسبة لبلوتو والزهرة اللي موجودين في البيت الثامن عندك وهذا بيت إلو علاقة بالأمور المالية أو الأموال المشتركة تحديدا ممكن شوي هاي تخليك تبالغ بالملذات الحسية تاعتك وهذا شيء ممكن يعرضك لو شاي أو تآمر عليك ممكن تنشط بعض الأمور اللي إلها علاقة بأموال إلك أو أنه أنت تحاولت حل قضية مالية معينة مشتركة اليوم يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الدعم فممكن تنجز بعض الأمور في هذا الاتجاه وخصوصا إذا كانت دعم من أحد أفراد العائلة أو من أحد المقربين لا إلك فبكون الجو ممتاز جدا وبتحقق إنجازات رائعة جدا ولكن زي ما حكينا أنه تراجع عطارد بركز عن النقطة اللي هي إلها علاقة في البيت التاسع فعشان هيك عم بدك تحذر من الوعود لأنه كل ما حد يوفي بالوعد في الفترة هاي وإذا كان عندك سفر أو امتحان بدك تنتبه بشكل كبير حاول ما تغامر وما تجازف وما تتسرع أثناء قيادتك للسيارة خصوصا على الطرق المفتوحة إذا كان الأمر إلو علاقة بسفر طيران أو هاد بدك تتفقد كل أغراضك خوفا من النسيان أو التعطيل أو التأخر عن موعد الطيارة برج السرطان طبعا القمر في البيت الثالث بيت التنقلات والاتصالات والحوارات والانتحانات بيت التجارة العلاقة مع الإخوة والجيران فاليوم بدك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر أو التنقل ما بين المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار ممكن اليوم يسجل نوع من أنواع اللقاءات المهمة أو الاتصالات المفيدة ممكن تجري بعض الأبحاث والمفاوضات الناجحة ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري طبعا هو للفترة المقبلة أكثر من أنه للفترة هاي ولكن اليوم بدك تحقق إنجازات على هذا المستوى علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وممكن إنه تستفيد من علاقاتك مع المحيط بشكل كبير طبعا تواجد الشمس وعطارد والمشتري وزحل في بيتك الثامن مش بيت حليف لإلك ولكن شوي بيخفف الضغط عليك في نقطة فعشان هيك ممكن أنك تحقق بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو الأموال المشتركة أو يكون الموضوع إلو علاقة بقرض أو دين أو حتى تحصيل بعض الأموال اللي إليك فعشان هيك ممكن الصعوبة تكون في هذا الباب حاول إنك أنت ما تبالغ بملاذاتك أو بدفعاتك أو التزاماتك بشكل كبير عشان أنه الأمور ما تنحسب عليك بشكل سلبي حاول برضو نفس الإشي أنك يعني تمسك إيدك شوي ما تكفل ولا تضمن حد خصوصا كفالات مالية لأنه ممكن أنه إما ينصب عليك أو أنه يتخلف بعملية السداد بالنسبة لأن ابتم في البيت التاسع يعني تعطيك بعض الأمور الجيدة على مستوى الاتصالات الخارجية وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد بتفتح لك مجالات على مستوى التعليم أو فرحة أو قدوم مسافر أو اتصال من خارج البلاد بيكون قوي أو معرفة أو شيء لها علاقة بأوراق ثبوته فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت التاسع أما بالنسبة لأورنس المريخ فهذا بيعمل لك نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات الحدي ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف فحاولوا قدر الإمكان أنك تتجنب الدخول في جدال مع الأصدقاء وحاول أنه لو سمعت أشياء ممكن أنها تسيلك حاول قدر الإمكان أنه تضبط عصابك وتفكر فيها أكثر من مرة قبل الاندفاع فيها أكثر ممكن أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن يكون من ضمن الحاضرين في هذه المناسبة أشخاص أنت ما بتحب تشوفهم أو تختلط فيهم فحاول أنك تضبط عصابك بالنسبة لأبلوتو الزهرة في بيت الشراكة وهذا الأشي بيخليك تحب المديح أكثر والإطراء أكثر ممكن شوي ما تكون مخلصة كثير أو عواطفك ما تكون جياشة أو فيها حرارة بنقصها الحرارة فبتعمل الأشي زي روتين خلص يعني مطلوب مني الأشي بدي أعمله خلص أحاول أنه ما تعمل أو تصاعد الخلافات ما بينك وبين الشريك وخصوصا بما أنه الزهرة منتحسة يعني ما في داعي للخلافات والنقاشات الحادية ما بينك وبين شركاء المال أو العاطفة وهم المقصود فيها الأزواج يعني بتطلب منك الحيطة والحذر من أنه ما تبالغ بالأمور هاي الأجواء ممكن أنها تفتعل نقاش أو حوار يعني تخليك عصب شوي فعشان هيك يحاول أنك تبعد عن الضغوط هاي لقدر الإمكان حاول أنك ما تهمل صحتك لأنه شوي بيركز على النقص الحيوية ما تهمل الأمراض اللي ممكن تظهر بالفترة هاي يعني إذا شعرت بشيء راجع طبيبك المناعة شوي ممكن يكون فيها نزول أو يكون في عندك التهاب معين يطلب منك نوع من أنواع المراجعات الصحية برج الأسد طبعا القمر في البيت الثاني هو بيت المال تكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أو أهمش أنك ما تتسرع في استثمار أموالك قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك وكون عاقل متيقظ على كل خطوة مالية دير بالك من النصابين أو المحتالين دير بالك من الوعود الكذابة يعني في أشخاص كثير ممكن توعدك بالمال بالفترة هاي وما توفي يعني بس بظهروا فجأة بتكلموا بقولوا لك مال أو ندعمك أو بدنا نساعدك أو بدنا نقدم مساعدة أو تطلب منهم مساعدة ولكن بتبخروا يعني فعادي جدا خذ الأمر بصدر رحب ما تعلق آمالك على هذه الوعود يعني بالنسبة برضو للقمر بما أنه يعني جاي في مكان جيد هو بجيب لك نوع من أنواع الأرباح الأرباح حيبتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات مالية أو نوع من أنواع الدعم أهم مش أنك ما تكفل وما تضمن حد بالفترة هاي طبعا بالنسبة للشمس وعطارد اللي بيتراجع المشتري وزحل هذولا كلهم في البيت السابع فبتتركز الأمور كلها جاي على بيت الشراك المالية والعاطفية فهاي بتسبب نوع من أنواع الإضطرابات أو الزعل أو تخذ على خاطرك بعلاقتك مع زوجك مع زوجتك سوء تفاهم ممكن بسبب أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة الاعتبار الذاتي يعني شخصيتي وشخصيتك وحريتك وحريتي وهذا الكلام يعني ممكن تجد صعوبة في إقرار وجهة نظرك أو أنك أنت تعبر عن المشاعر والأحاسيس تاعتك بشكل واضح فهذا الإشي ممكن يسبب لك خلاف فحاول قدر الإمكان برضو عطارد بيتراجعه هذا بسبب خلافات حادي ونزاعات حادي ما بينك وبين الزوج أو الزوج وسوء تفاهم فحاول قدر الإمكان ما تعتمد على ردات فعلك الأولى أما بالنسبة لنبتن الموجود في البيت الثامن فهو بركز على الأموال المشتركة اللي هي القروض والديون والالتزامات القلق من وضع مالي معين أو من التزامات عليك أو تتراكم بعض المتطلبات المالية وخصوصا الأموال المشتركة فهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع القلق ولكن هي ممكن تجد بعض الحلول خلال الفترة هاي تيجي على شكل قرض أو مساعدة أو دعم بس أنه بمجهودك أنت أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا أورا نصف المريخ موجودين في البيت العاشر وهذا بيت السمعة فنقول لك بتزيد عدوانيتك بالفترة هاي واندفاعك ضغطك العصبي بزيد بشكل كبير حافظ على صحتك حاول أنك ما تغامر ما تجازف ما تشوه سمعتك مهما كانت الظروف وما تسمح لأي شخص أنه هو يحاول أنه يستفزك بالفترة هاي يعني حاول أنك تكون مسيطر على إنفعالاتك قد ما بتقدر بالنسبة لبلوتو طبعا والزهرة اللي موجودين في البيت السادس فهذا بيت الصحة شوي وجود الزهرة في البيت السادس مش مكان مناسب لإلك فعشان هيك المحبة بنقصها الحرارة بتحس إنه هيك يعني خلص تعمل بس اللازم أو المطلوب منك يعني مش قدر توصل الأشياء أو الأحاسيس اللي موجودة جواك وهذا الإشي ممكن يفهم من طرف الآخر بمفهوم سلبي فعشان هيك ممكن تصير الخلافات من النقطة هاي ولكن بالنسبة لوجود الزهرة هو ضايله يومين وبطلع بعديها بصير أقوى في المكان اللي بدي ينتقل لإله في البيت السابع فبيعزز نقاط قوة ولكن الآن تحاول أنك تسيطر على عواطفك تخلي نوع من أنواع الحرارة أو المحنية أو تعبر بشكل أوفى عن عواطفك بشكل واضح يكون وبما أنه الأمر له علاقة في الوضع المالي فبرضو هنا لازم نعرج على البيت فبيت البيت أو بيت العائلة شوي ممكن يسوي بعض الخلافات أو النقاشات الحادة أو الحوارات الحادة اللي ممكن أنه يعني تسيئك بعض تصرفات أفراد العائلة أو الأشخاص اللي موجودين معك في نفس مكان البيت فعشان هيك بدك تضبط عصابك قدر الإمكان ممكن بعض الأعطال أو الخلافات أو النقاشات اللي تستفزك يعني بدها حكمة وصبر أكثر بالنسبة للوضع الصحي بالبيت السادس فهنا ما زالت الأمور الصحية ضاغطة خلال الفترة هاي فبتطلب منك أنك تنتبه لصحتك حاول ما تهمل أي عارض صحي أعمالك حاول أنك تنجزها ما تخليها تتراكم بالنسبة برضو لأمور لها علاقة بالبيت الثامن حكينا عنها والبيت العاشر هذول اللي هم الأقوى تأثيرا خلال الفترة هاي بالنسبة للتنقلاتك واتصالاتك برضو في نوع من أنواع الرغبة في إجراء بعض المحادثات رغم أنك أنت مشغل نفسك بأشياء ممكن أنها تكون مش ضرورية كثير يعني يعني زي الفاضي مشغول ومش مشغول يعني مشغل حالك في أشياء ممكن تكون مش الأشياء الأساسية اللي لازم تشغل حالك فيها برج العذراء طبعا بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس القمر صار موجود عندكم يعني أعطيكم شحن أقوى لا أستقر الآن تقريبا أسقط نوره على جميع موليد برج العذراء فعشان هيك النفسية أحسن أكثر بتقدروا تسيطروا على زمام الأمور بشكل جيد بتعاولوا الأيام اللي راحت من ضغوطات أداءك راح يكون ممتاز بالفترة هاي يعني شوي بعض الأمور راح تتحرك باتجاهك أو تحلل لك بعض المشاكل أو الخلافات أو النقاشات اللي كانت يعني ضغط عليك بالفترة هاي ممكن تحصل على تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بالفترة هاي يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي بشكل قوي بالنسبة طبعا للشمس وعطارد والمريخ وزحل موجودين في البيت السادس فهذا بأثر على بيت العمل بما أنه بيت العمل فهنا بيأثر عليك على إنجازاتك بتكون مشغول بكثير من الأعمال مش قادر تنجزها طبعا ممكن يجي شخصي بللك أنا قاعد ما بشتغل أو ست بيت حتى على مستوى البيت مش كل أعمالك المنزلية بتقدر تأديها بالكامل اسمه عمل ممكن أنه تتهرب من بعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال عطارد بيعمل نوع من أنواعها الصعوبة بيخلي الأعمال ما تسير بسهولة فعشان هيك بتظلك مشغول ومش مشغول يعني شاغل حالك في أشياء ومهم الأشياء فركز على الأشياء الأساسية وما تهمل الضروريات خصوصا على المستوى الوضع العام حاول أنك ما تدخل بنقاشات حادي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل إلا أجواء مش مساعدة لأي نقاشات على مستوى العمل برضو الفترة هاي ممكن هيك تأثر على الوضع الصحي ولكن اللي هي يعني عشان هيك يقول لك أي إشي العلاقة بالصحة بالفترة هاي بظهر حاول أنك تراجع الطبيب ما تهمل ما تتطاعس نهائيا لأنه بما أنه الشمس وعطارد بتراجع وفي بيت الصحة وزحل فالوضع الصحي بتحط عليه مئة علامة استفهم مش بدي أخوفك أو أنه فالله يعني بتفاول علينا أو شو هل التشاؤم أو الشؤمية لا أنا بعطيك بحاول قدر الإمكان أني أنا بهت فإن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك إذا أنت من الأشخاص اللي عندك أمراض مزمنة راجع طبيبك راجع أدويتك خذ علاجاتك اعمل فحوصاتك يعني انتبه اتواقع بس هذا المقصود من الموضوع طبعا بالنسبة ل بما أنه عنا الزهرة وعنا بلوتو في البيت الخامس فهون عواطفك وجاذبيتك بتصير مفرطة وهذا الإشي بيخليك ممكن تعمل أي شيء لأجل المتعة فحاول قدر الإمكان برضو تضبط النقطة هاي حاول إنه يعني مش كل شيء بالمخالفات إنه جيد فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد حاول إنك ما تهمل الأمور العاطفية اللي هي عاطفية وتميز ما بين المتعة وما بين العاطفة على أساس إنه ما تدخل بالخطأ أي وعود عاطفية بالفترة هاي ممكن الشكوك اللي عندك شوية تخليك إنك تراجع حساباتك أكثر من مرة بالنسبة ل أورانوس والمريخ اللي موجودين في البيت التاسع فطبعا هنا هذا بيت التعامل مع الغرباء بيت السفر بيت الدراسة والامتحانات فمنقول لك دير بالك حاول إنك تكون حذر يقض خصوصا أثناء التعامل مع الأجانب أو أشخاص من خارج البلاد إذا كان عندك امتحانات أو عندك مراسلات بدك تكون حذر فيها المريخ منتحس بما كانه وأورانوس منتحس بجيب مفاجآت فممكن يتعطل عليك بعض المسائل اللي لها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو مشاحنات نقاشات حادي فبدك تكون حذر برضو بشكل كبير من هاي النقاط صحيح إنه الفترة هاي عندك كتير من الاتصالات والتحركات لتعويض أشياء راحت وبتحاول تحل بعض الأمور الضغطة عليك وممكن إنه بعض خيبات الأمل أو بعض المقارنات اللي بتصير ما بين شخص وشخص أو علاقة وعلاقة يعني بتدخل في نوع من أنواع الحيرة بأمرك إنه أنت بتحط شخصين بتقارن ما بينهم أنه أفضل هذا والهد هذا الإشي ممكن إنه شوي أثر عليك سلبي أو يتعب نفسيتك بشكل كبير فحاول قدر الإمكان أنك أنت تريح نفسيتك قد ما بتقدر وخصوصا زي ما حكينا إنه أورانوس والمريخ ودولة اتنين مش سهلين في مكانهم برج الميزان طبعا بما إنه القمر موجود في بيت المتاعب فهذا الأمر يعني بضغطك بشكل سلبي وبيتطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك بسيطر عليك والتعب الشديد الفترة هاي ممكن تفكر في الغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين بتهدأ الوتيرة عندك بشكل واضح وبتتراجع الأرباح والحيوية من فترة محبطة جدا ومخيب الأمال بسبب وجود القمر في بيت المتاعب صحيح أنه القمر مش منتحس عشان هيك شوي ممكن يكون لك بعض المساعدة اللي بتيجي فجأة هيك بظروف صعبة بتظهر شخص يساعدك أو ينقذك أو يعالج لك بعض المسائل حاول أنك تتجاوز بعض المخاوف اللي ما إلها أساس حاول تبعد عن الوسواس يعني كله يوم وبعدين القمر بصير عندك بتتحسن الأمور بشكل إيجابي طبعا بالنسبة للشمس وعطارد اللي بيتراجع المشتري زحل موجودين في البيت الخامس المسائل العاطفية أو المسائل اللي إلها علاقة بالعواطف هي أكثر إشيهية اللي أرقيتك لأنها مضطربة بشكل كبير بالفترة هاي الحضوض بتيجي فجأة بتتخلى عنك فجأة خلافات ما بينكو بين الأبناء أو ما بينكو بين الأحبة فجأة بدك تنطلق وتدخل بأشياء جديدة أو علاقة جديدة أو حب جديد فجأة بتصير بدك تنسحب يعني اضطرابات عاطفية بشكل كبير وهذا الإشي بسبب فوضى عند بعض الأشخاص وخصوصا الميزان اللي هو معروف لأنه البرج الرقيق في عواطفه فبتأثر بشكل كبير من هاي النقطة أما بالنسبة للنبتون طبعا بما أنه موجود في البيت السادس فهنا نريد أن نركز الأمور أكثر إشي على أمور بتتعلق في العمل أو تتعلق في أمور إلها علاقة بالصحة فحاولوا تبعدوا عن الوسواس والقلق المبالغ فيه بالفترة هاي حاولوا أنك تنجزوا أعمالكم ما تهملوها عشان ما تتسجل عليكم نقاط أو تتحاسبوا على نقاط أنتوا بغنى عنها وانتبهوا لصحتكم قدر الإمكان بالنسبة لأورانوس والمريخ اللي موجودين في البيت الثامن فهذا بدفعك للقيام ببعض المجازفات أو المغامرات أو ممكن أنك تتعرض لبعض المشاكل في مكان عملك أو مع أحد زملائك أو رواسائك بالعمل فبتطلب منك أنك تكون حذر ما تجازف وما تغامر بالأمور المالية كمان ما تكفل حد وما تضمن حد وحاول إذا يجدك تدخل فيه أي مشروع مالي حاول أنك تطلع على أدق التفاصيل فيه تراجع بعض الاختصاصيين لا أنهم يستشيرهم مثلا أو يشوروا عليك أنه بستاهل الأمر في مخاطر أو ما في مخاطر اللي أثر على عواطفك كمان وجود بلوتو والزهرة المنتحسين الزهرة تحديدا منتحسة فهذا الإشي أثر على الأمور البيتية أو الأمور العائلية بشكل أكبر فعشان هيك بتخليك متقلب الأطوار وغير مستقر وممكن شوي يعني يجيب بعض العتابات أو الخلافات أو بعض الأعطال المنزلية أو سوء التفاهم أو المشاكل المشاكل العائلية فحاول قدر المكان أنك تهدي أعصابك كلها من خربط الكواكب وتجمعاتها في نقاط محدودة يعني فهذا الإشي يعطيش خيارات كثيرة عشان هيك شوي ومع وجود القمر في بيت المتاعب فهو ضغطك بزيادة فترة بتمر أهم شي أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك تمشيها الأيومين هذولا بشكل روتيني لحديث ما يوصل القمر لعندك وبعدين الأجواء بتصير إيجابية وأفضل لائلة برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن شارك في حفل أو في مناسبة سعيدة أهم شي أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تسارع للمشاركة أو حاول أنك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت الرؤية واضحة ما بجوز تجنب اتخذ القرارات خلال هذا اليوم لأنه بكرة القمر رح يصير موجود في بيت متاعبك وجود القمر في بيت متاعبك يعني فترة محبطة بدها تمر لمدة يومين وربع فعشان هيك ببلش الضغط عندك مبتداء من اليوم على بعض المسائل فحاول أنك تنجز كل الأشياء الضرورية قبل ما يجي بكرة وتحس أنه ضيعتها حالك فرصة القمر مش منتحس فعشان هيك بساعدك على إنجاز هاي الأمور وبرضو علاقاتك وصداقاتك بسودها نوع من أنواع التقدير وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أو تسعد بمرافقة صديق أو بلقاء صديق بالنسبة للشمس عطارد اللي بتراجع المشتري زحل هدولا كلهم في البيت الرابع فالضغط كله إلو علاقة بالعائلة إلو علاقة بالبيت نوع من أنواع التوتر بتكون مرغم على بذل جهد أكثر أو مضاعف أو مستمر عشان تنجز بعض الأمور عطارد الآن بيأثر على بعض القلق المنزلي أو حدث منزلي أو عائلي أعطال منزلية مشاكل لبكة هيك خربط الأمور بشكل كبير خصوصا على المستوى العائلي أو مستوى العائلي حاول أنك توازن الأمور بهدوء بدون انفعالات بتلاقي الأمور انحلت بشكل إيجابي وبشكل حلو نبتن اللي موجود في البيت الخامس شوي بيخلي العواطف وخصوصا أنه بمكان وزوايا تربيع اللي بيشكلها بيخليك شوي بعواطفك حابب 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 ومش حابب يعني مخربطك بدك عواطف ولكن مش عارف كيف بدك إياها حابب أنك تتجه بالاتجاه العاطفي ولكن يعني معقول أمشي بهذا يعني مش قادر تتخذ القرار اللي لمصلحتك حاول أنك تتركز بشكل كبير وترك الوسواس أهم إشي الشك والغيرة تركها جانبا هاي انظر بمنظور بعيد للعلاقات العاطفية شوف أنه هي تستاهل العلاقة هاي أو مستمرة أو لازم أني أنا أنهي فيها ملاذ ذاتك الحسية والفكرية حاول تجمدها بالفترة هاي لأنه ممكن هاي شوي بتحطك في موقف مخجل أو أنه يعني تأذيك شوي كتستغل عاطفيا فحاول قدر الإمكان أنك ما تستسلم لأي واحد ممكن أنه يلوى ذراعك في الأمر العاطفي أما بالنسبة لأورانوس والمريخ بما أنهم موجودين في البيت السابع فهون منيجي على بيت الشراكة المالية والعاطفية هون يعني هذول أورانوس والمريخ فاللي علاقاتهم الزوجية متوترة اللي علاقاتهم الزوجية متوترة مش يجي واحد إحنا مش متجوزة لا هذا المتزوجين اللي أنا بنحكي اللي عندهم توتر بالعلاقات الزوجية حاولوا يضبطوا أعصابهم الفترة هاي المريخ بيخليك حاد بالطباع ولا ذعب الكلمات وبما أنه أورانوس فبيجيب مفاجآت على المستوى العاطفي فبسوي نزاعات في المنزل وشقاقات بشكل مفاجئ حاول قدر الإمكان أنك ما تخلي هاي الاقتران اللي موجود ما بين المريخ وأورانوس أنه يأثر عليك وعلى علاقتك الزوجية بشكل كبير ويسجل عليك نقاط أو علامات استفهم بلوتو والزهرة موجودين في البيت الثالث فهون بتلاقي فيه تقلبات يعني بنرجع للعواطف تقلبات وتبدلات على الشكل العاطفي تجعلك بتتلاعب بقلوب الأقل اللي بيحبوك أكثر هذا الإشي مش متعة يعني مش إشي ممتع بالنسبة لك ولكن بنفس اللحظة أنه هذا الإشي مؤذي يعني مؤذي للطرف الآخر اللي بيخسرك الناس من حواليك الفترة هاي في عندك نشاط بالاتصالات والتواصل بشكل كبير ولكن ما تتلاعب بقلوب الأشخاص اللي بتعاملوا معك ما تحاول أنك تتعامل بفوقية أو بسيطرة حاول أنك تكون مرن أكثر سيطر على ملاذ ذاتك الحسية بشكل كبير عشان تطلع أنت من مرحلة الخطر مرج القوس طبعا اليوم بوسع كل محافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة وخصوصا في مجال العمل اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل في فرص ممتازة لتقديم طلبات أو مقابلات أهم شيء أنك في الفترة هاي لأنه هذا بيت السمعة ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرفات الارتجالية راجح حالك أكثر من مرة قبل ما تتصرف التصرف عشان ما تغلط ركز بشكل جيد في عمل واحد يبل ما أنك تروح على العمل الثاني يعني حاول أنك تركز وتنجز بعدين تنتقل للعمل الثاني ولكن بدون هذا الإشي فممكن يصير فيه كثير من الأخطاء خلال الفترة هاي نظم أعمالك بشكل جيد وعشان أنه تكون الأمور ممتازة القمر جيد في مكانه فبتحظى بشعبية بتكون أعمالك يعني شبه سهلة وميسرة ممكن تحقق بعض النجاحات الشخصية خلال هذا اليوم بالنسبة طبعا لباقي الكواكب اللي موجودة مثلا الشمس عطارد المشتري زحل هدولا كلهم في بيتك الثالث في الدلو وعندك عطارد بتراجع والضغط هذا اللي بتسبب كله على أمور التواصل العصبية أو أنه تنشط ذهنيا أنك توصل الرسالة بتلاقي حالك أنها ما مشت مثل ما بدك تعركست أو تعطلت مش بسبب نقص فيك هي بسبب الإطراب في الكواكب فهذا اللي بخليك تسمع أشياء مثلا ما بتناسبك بتخليك متردد أو محتار في اتخاذ قرار شوي أو في أشخاص بصيروا متسرعين بالفترة هاي في شاء الأسرار برضو بدك تدير بالك من كلامك ودير بالك من مراسلاتك قد ما بتقدر ضغط مش سهل أنا بعرف أن الفترة هاي ضاغطة عليكم بشكل كبير مش بالشكل اللي أنت بدك إياه فمتقلب بمزاجك أو بتحركاتك بأكثر من اتجاهه فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ودير بالك من صلاة ضد لسانك لأنه ناقد لاذع بالفترة هاي ويعني ممكن أنك تجرح أو تأذي إذا تحدثت بالنسبة لأنبتن طبعا بما أنه موجود في البيت الرابع فطبعا اللي هي الأوهام أو الخوف أو القلق على مسألة منزلية أو على أحد أفراد العائلة أو من مشكلة العلاقة بالبيت أو العائلة شوي بتخليك قلق زيادة وممكن الوسواسي العبدور أو الوهمي العبدور حاول قدر الإمكان ما تخلي الأوهام والوساوس بدون أدلة إنها تسيطر عليك بالنسبة لها عندك أورانوس والمريخ اللي موجودين في البيت السادس وهي شوي بتضغط على الوضع الصحي تعمل توتر أو تقلبات صحية ممكن تعرضك لبعض الالتهابات أو الجروح أو آلام أسفل الظهر في ناس اللي بيشتغلوا في ستات البيوت أو اللي بيشتغلوا في أشياء لها علاقة بالنيران ينتبهوا من الحروق أو الجروح فيما يدين العمل لأنه برضو الفترة هاي بتأثر بشكل سلبي على هاي النقطة على أسفل الظهر الآلام اللي بتيجي للظهر برضو بتكون تنتبهوا منها بشكل كبير طبعا بالنسبة لبلوتو بالزهر بالموجودين في البيت الثاني وهاي شوي بتركز على الأمور المالية وبما أنه اثنين منتحسين يعني ممكن شوي تخليك تغامر أو تجازف بشيء له علاقة بالوضع المالي ممكن يعني صير عينك على طريقة كيف تكتسب مال حتى لو بطريقة غير مشروعة حاول تنتبه ما تخلي هاي الأشياء تسيطر عليك بشكل كبير وابتعد عن الملاذات اللي هي الصرف لفلوس بدون حساب لأنه برضو هاي بتدل على خسارة مبالغ مالية والقمر في بيت السمعة فأنتي مش بحمل أي شيء يشويه سمعتك بالفترة هاي فحاول أنك تكون منتبه برج الجديد طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا بالنسبة لإلكم عشان هيك اليوم تنشطوا في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكونوا أكثر وعي بس على الطرقات أثناء قيادة السيارة بين المدن حاول أنه يعني اندفاعك وحماستك بالفترة هاي يا بيتركوا أجمل الانطباعات عنك يا أسوأ الانطباعات عنك فحاول بما أنه القمر إيجابي أنه يعني تحركاتك هاي كلها تترك أحسن الانطباعات حيويتك نشطة جدا بالفترة هاي خواطرك ممكن تطمئن خواطرك بالفترة هاي وهواجزك وتختفي بعض الأمور اللي كانت مقلقيتك بالفترة الماضية أهميش إنك الفترة هاي ما تضيع الفرصة عليك في أشخاص كثير من مولد برج الجدي يعني بفكروا بالفترة هاي إما بسفر أو بهجرة أو باتصالات خارجية أو ببدأوا بعلاقة مع أشخاص خارج البلاد الفترة هاي برضو بتعطي دفع لكم فترة مميزة أو يوم مميزة حاولوا تستغلوه بكل طاقاتكم وخصوصا إنه برضو ممكن الشغلة تتعلق ببعض الأمور المالية إنه عندك الشمس أو طارد المشتري زحل موجودين هذولا كلهم في البيت الثاني وهذا الإشي شوي بيخليك يعني تنظر للأمور المالية بطريقة كيف ما كانت بدي أحسن الوضع المالي أو بدي أزبط الوضع المالي أو بدي أجيب فلوس فممكن بعض الأشخاص بيزيد الطمع عندهم أو رغبتهم في الأرباح بطريقة مشروعة أو غير مشروعة بدهم يكونوا حذرين وفي بعض الأشخاص ممكن يصير في عندهم بعض الخسارات المالية بسبب دخولهم بمغامرات غير محسوبة فهذا الإشي رح يسبب لهم نوع من أنواع الضغط أو الخسارات حاولوا أنكم تراجعوا دائما المسؤولين أو أهل الإختصاص على أساس أنهم يحسبوا لكم أنه نسبة النجاح أو نسبة الخسارة في هذا الموضوع أما بالنسبة لأن ابتن في البيت الثالث فحاول قدر الإمكان أنك ما تنتقس من قدراتك وإنفعالاتك حاول أنك ما تكون عصبي زيادة عن اللزوم ما تفضفض في كل شيء موجود جواتك ما تحاول أنك أنت تنفعل على أساس أنه أنت بتدافع عن حالك لأنه رح تضغط حالك بزيادة الأمور كلها بتنحل بهدوء وروية بدون عصبية وما في داعي للوسواس زي ما حكينا أما بالنسبة لأورانوس والمريخ فبما أنهم اثنين بيعملوا اقتران وموجودين في البيت الخامس فهذا الإشي شوي ممكن يخليك تكون عنيف زي ما حكينا وبسوء تعاملك أو لياقتك بطريقة التعامل ما بينك وبين أحبتك أو بالمسائل العاطفية فهذا بيعمل صدام أو خلاف ما بينك وبين الأحبة بينك وبين الحبيب لأحد الأبناء بين أحد الوالدين فحاول قدر الإمكان أنك تنتبه من المريخ وأورانوس اللي ممكن ينهي علاقة عاطفية بالفترة هاي أما بالنسبة لبلوتو والزهرة بمأنهم في البيت الأول فوضعهم منتحس كمان يعني مش جاي ببيتك الشخصية فعشان هيك يخليك شوي يعني ممكن يغلب عليك شوي من الطيش أو رغباتك بتكون شريها بالفترة هاي وبرضو ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك فعشان هيك يبدأك تكون حذر من النقاط هاي حاول لحد ما تتبين النقاط بشكل واضح وأتخذ قرارك بشكل واضح مبني على بيني بدون تسرعات بس إنها عواطفك هي لتحكمك في عندي نقطة حابب أحكيها بما أنه البيت التاسع فحاول تستغل الفرص اليوم لأنه الفرص هاي رح تساعدك أقوى من الأيام الجاية في كل شيء العلاقة بالاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن أنك أنت ترتب أمورك بشكل كبير برج الدلو طبعا القمر وجوده في مكانه مش هالقوة الكبيرة يعني حاول قدر لإمكانك تمضي الأمور بشكل روتيني بالفترة هاي لأنه تواجد القمر في بيتك الثامن والبيت الثامن هذا يعني بيخليك شوي أنك تهتم ببعض الأمور المالية المشتركة أهم مش أنك تخففه من النفقات ممكن تراجع بعض الديون أو الحسابات صحتكم أو صحت قريب لكم بيكون بحاجة للرعاية أو للتواصل أو القلق مثلا على صحة أحد الأحبة حاول أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط أنك ما يعني تمتنع عن فرض الرأي أو التسلط بفرض الرأي ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهم الملف ولا قضية بالفترة هاي ممكن يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات الكتب الخيالية بشكل كبير المنطقية والفلسفية واضحة بشكل واضح يعني أوفى الشمس تقريبا أسقطت شعاعها على أغلب العشرية الأولى تقريبا هيبلشت بالعشرية الثانية هذا الإشي شوي بحسن من الأجواء بشكل أوضح وأوفى على موليد برج الدلو صحيح أنه مشكل موليد الدلو يعني ساعة لسه العشرية الثانية والثالثة مش بها القوة هاي لسه شاعرين بنوع من أنواع الضغط على العامل النفسي وخصوصا عندهم الشمس عطارد بتتراجع المشتري زحل فنوع من أنواع الإطراب على المستوى النفسي يعني أمر مش هين مش سهل اللي انتوا بتمروا فيه بالفترة هاي كله بسبب ضغط الكواكب صحيح أنه فيه أشياء إيجابية ممكن أنها تصير ولكن أنه العصبية الإرهاق الإجهاد سرعة انفعالك سرعة اتخاذاتك للقرارات بالفترة هاي أو التنقلات أو الشغلات هاي كلها صادمة بالفترة هاي لأنه فجأة كلها وراء بعض وراء بعض وبسرعة بتكون تشتغل عليها هذا الإشي كله بيأثر عليك بشكل سلبي فحاول قدر الإمكان ما تتخذ قرارات مرتجلة بالفترة هاي قد ما بتقدر لحد ما يوصل عيد ميلادك بعدين الأجواء بتصير أحسن لا إلك بشكل كبير أما بالنسبة لنبتون طبعا نبتون في البيت الثاني لا إلك على الوضع المالي ما زالت الأمور اللي إلها علاقة بالقلق على الوضع المالي أو المصريف أو الديون أو جدولة بعض الالتزامات هي لما أرقيتك أكثر شيء فترة بسيطة بتبلش تتحلحل بس إنه المهم أنه يتفكي الكواكب لأنه الكواكب متجمعة تقريبا يعني ما في في البيت الأول بيت ثاني بيت رابع بيت اتناش فلا كلها حوالين بعض فعشان هيك هذا الإشي بضغطك بشكل كبير حاول أنك تصبر فترة بسيطة وبعدين الأجواء كلها بتتحسن بشكل أكبر أما بالنسبة لأورانوس والمريخ اللي موجودين في البيت الرابع اللي طبعا المريخ بما أنه دخل على البيت الرابع معناته المشاكل العائلية أو خلافات عائلية أو مشاكل على مستوى البيت أو الأسرة أو المنزل أو أعطال أو إشي من هذا النوع وأورانوس معناته مفاجآت يعني بتيجي هاي كل هالأشياء بشكل مفاجئ وأنت مش حمل هاي المشاكل وخصوصا على مستوى البيت أو العائلة أو القاعدة في البيت أو إشي يجبرك على أنك أنت تتعامل مع أفراد البيت بطريقة وممكن تكون حاد شوي بدها صبر شوي لحد ما تتمشى الأمور بشكل أوفى وبتكون النتائج بإذن الله أحسن لك أما بالنسبة لبلوتو والزهرة اللي موجودين في بيتك 12 برضو الزهرة لأنها منتحسة ممكن بتسبب لك بعض المشاكل بسبب الغيرة أو حد يعني حاول يحفر وراك بفضيحة أو بسر أو كشف سر لإلك أو ممكن برضو بعضكو يفكر بأنه يفسخ علاقة أو ينحط بموقف فسخ علاقة بالفترة هاي فحاولوا قدر الإمكان تنتبهوا ما تتخذوا قرارات يبل ما يجعيد ميلادكم على أساس أنه تكونوا بريئي ذمه أهم شيء أمام الله برج الحوت طبعا تجمع الكواكب كلها تقريبا صارت تقترب من بيت المتاعب عندكم ولكن خلينا نحكي بالقمر بعدين ننتقل للكواكب بالنسبة للقمر اليوم تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل أو العاطفي يعني تعاملكم اليوم أغلبه راح يكون مع الأزواج تحديدا بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم ما تحاسبوهم على أشياء ممكن يكون معهم حق في بعض المسائل نسق بين مختلف الواجبات حاول أنك ترضي جميع الأطراف ما تجهد حالك بشكل كبير طاقتك لسه ما زالت ضعيفة تواجد أو تحرك الكواكب باتجاه بيت المتاعب أو وجودها في بيت المتاعب ضغطيتك بشكل كبير على المستوى النفسي على المستوى الصحي فحاول أنك تحافظ على هدوءك الكامل بالفترة هاي أنا عارف أنه الضغط كبير على أكثر من مكانها سبس نشرح راح تعرف أنه أنا شاعر في وضعك لأنه الأوضاع صعبة فعشان هيك ما تزيد صعوبتها طبعا القمر اليوم بما أنه موجود في البيت السابع وسعيد فعلاقتك الزوجية أو العائلية مع شركاء بسود نوع من أنواع الإنسجام والتفاهم بشكل كبير عندك البيت الأول عندك نبتن موجود بالحوت نبتن بشكل زوايا تربيع فعشان هيك بتخليك قلق وخواف أو الوسواس بالعب دور كبير متشائم من بعض الحلول أو من بعض الأشياء حاول أنك ترمي هاي الأمور وراء ظهرك فيش إشي ما إلو حل بس الوقت في علم الفلك الوقت هو اللي بيحل مش نشاطك الفكري هو اللي بيحل ولا اجتهادك إلا إذا اجتهادت بالوقت المناسب الآن الهدوء هو اللي بتطلب منك أنك أنت تصبر عشان الأمور تمشي يعني مشي بشكل روتيني بالنسبة لأورانوس والمريخ اللي موجودين في البيت الثالث اللي شوي بتخليك عدواني ممكن حد الطباع في بعض الأوقات وهذا ممكن يسبب لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم عليك تجنب التنقلات والأصفار أو مش تتجنب بدك تحذر أثناء التنقلات والتصرفات ووصل الأصفار تتفقد أوراقك سيارتك حاول لنك ما تتسرع ما تنفعل ما تغامر ما تجازف بالفترة هاي وبرضو أثناء النقاشات اضبط لسانك لأنه ممكن تطلع منك كلمات تكون دمار أو تكون حادة جدا عشانك حاول قدر الإمكان ضبط لسانك عشان الأمور ما تصل لمرحلة التهور أما بالنسبة لبلوتو والزهرة اللي موجودين في بيتك 11 فهو هاي شوي بتتخفف على المستوى الصدقات والعلاقات ولكن بدك تنتبه أنا بحذرك لأنه بمعنى 2 سلبيات بدك تحذر من اللي بيدعوا صداقتك وبيحاولوا خداعك أو استغلالك انتبه من النصابين والمحتالين قدر الإمكان أو ناس تستغلك بالفترة هاي حاول أنك تكون هادي ركز بأمورك بشكل جيد طبعا هيك هذا وضع فلكي فترة يعني كل الكواكب بتقترب من بيت متاعبك فعشان هيك بيتك 12 هذا الإشي بضغط عليك لا بعد عيد ميلاتك بعدين الأجواء بتصير أحسن ممكن أتحقق إنجازات جيدة أكم يوم والأجواء بتصير ممتازة وخصوصا لما بوصل للقمر يعني الآن هو بالعذراء ماشي بركز على أمور إلا علاقة بالشراكة ولكن عند وصوله للعقرب بيكون بيت قوي بعوض عليك أشياء كثيرة بس بدها صبر يعني ثلاث أيام ثلاث أيام ونص تقريبا بتصير الأجواء بشكل قوي أحسن لك وبتحل فيها كثير من المسائل الفترة هاي طبعا هيك بنكون خلصنا احنا من توقعاتنا لهذا اليوم هاي الطريقة اللي هي احنا مننسميها دردشة فلكية يعني من دردشة احنا بالأمور الفلكية بتحبه أنه كل يوم نحكي بنفس الطريقة هاي ونحلل الكواكب بالطريقة هاي والبيود ولا نرجع للطريقة الأولى اللي احنا كنا نحكي فيها أو الطريقة اللي كنا نشرح فيها أو إنه لا نرجع لتوقعات المختصرة بلا شيء الطيلة يعني زي دردشة وهذا فيه ناس ممكن تعتبروا رغي اللي بتشوفوه مناسب يكتبوه ليه في التعليقات اللي انتو بتجتمعوا عليه وبتشوفوه هو الانسب انا اللي راح امشي عليه بدكو كل اسبوع بنعمل حلقة زي هيك بنعملها بدكو انه لا على طول نظل نحكي بنفس الاسلوب هاد او مختصر شوي بنعمل بدكو نرجع بذكرها بيوت كبيت اول ثاني ثالث اللي نشمل كل الامور برضو بنرجع لها اللي انتو بتشوفوه مناسب اكتبوه ليه في التعليقات ما تنسوا انكم تشاركوا اه هاي الحلقة او تتفاعلوا معها على اساس انه يعني انا حاول نرجع لنشاطنا شوفوه هي تبع الغاز كمان وصل عشان يشوش علي يعني حبيت اسمع كل اجواء اللي انا بسجل فيها الصباحية عشان يعني يكي انه الاجواء حاولت انها سجل اليوم اه على اكثر من مرحلة rechts احodi صوت الطرب الاصيل احنا هنا يعني من نحب سمفونيات اه لا بيعين الغاز فعشان يكي الاجواء بتكون عندنا غير يعني ان يعني تنزعج برومانسية يكي تنزعج بكلاسيكي طائل اه هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم متوقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء